عقد بمدينة المكلة اجتماع للجنة العليا للترصد الوبائي للتوعية بمخاطر وباء الكوليرا برئاسة وكيل حضرموت للشهر البالية والإدارية الدكتور أحمد بصريحة للوقوف على حيثيات ظهور حالات مشتبهة ومؤكدة إصابتها بمرض الكوليرا بساحل حضرموت تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي بتوجيهة من محافظ حضرموت عقب ظهور حالات مشتبهة ومؤكدة إصابتها بمرض الكوليرا بساحل المحافظة عقد بمدينة المكلة اجتماع للجنة العليا للترصد الوبائي للتوعية بمخاطر وباء الكوليرا برئاسة وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد بصريح وحضور عدد من مدراء المكاتب الخدمية بالمحافظة اللقاء هدف إلى تقييم الوضع الصحي في مديريات ساحل حضرموت والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مكتب وزارة الصحة التي رفضت إلى السابع عشر من نوفمبر الجالي سابعون حالة مشتبهة بها إصابتها بمرض الكوليرا منها حالة وافدة وتعافي ستة وخمسون حالة من ضمنها حالة مؤكدة بالإضافة إلى حالة في مديرية الشحر وأخرى في مديرية الديسة الشرقية والتي تعافت بعد ذلك مدير مكتب وزارة الصحة الدكتور محمد الجمحي أوضح خلال الاجتماع إن مكتب الصحة قام بعملية ترصد لمرض الكوليرا منها الوهلة الأولى من خلال غرف الترصد الوبائي وفريق التثقيف الصحي على أكمل وجه مشددا على أهمية النظافة للوقاية من الإصابة به فيما أكد أعضاء اللجنة العليا على أهمية التثقيف الصحي من خلال عمل برامج توعوية وتثقيفية مرئية ومسموعة لضمان وصول التوعية إلى المناطق الريفية والنائية وبثه عبر القنوات والإداعات للحد من مخاطر الوباء ترجمة نانسي قنقر